في خطوة جديدة نحو المصالحة وإنهاء الأزمة في السودان أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أوى الرقن عبد الفتاح البرهن اليوم مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة ألحاء البلاد وذلك لتهيئة المناخ وتنقية الأجواء لحوار مثمر وهادف يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية بحسب ما جاء في بيان رئاسي وزير الدفاع السوداني الفريق يسين إبراهيم يسين قال إن المرسومة يشمل كذلك إطلاق صراح الجميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعرض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي التوصية للسيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بربع حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء السودان ثانيا إطلاق صراح كل المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعرض مع القوانين التي تتعلق بقضايا الدولة أو القانون الجنائي القرار الأخير لم يكن مفاجئا للسودانيين فالحديث عن خطة سلام سيقدمها البرهان ترددت الأنباء بشأنها في المجالس السودانية في الفترة الأخيرة وخصوصا بعدما أعلنه الأخير في لقاء رمضاني أن البلاد مقبلة على مرحلة صعبة ما يستوجب تقديم تنازلات من قبل الجميع من أجل البلد الذي يعاني تدور الوضع الاقتصادي والأمني البرهان كان قد كشف كذلك استعداد مجلس السيادة الإفراج عن عدد من المحتجزين خلال أيام لتهيئة المناخ للحوار ومن بينهم زعماء السياسيون مدنيون بارزون كما ينوي كذلك مراجعة أوامر قضائية صدرت مؤخرا وأدت إلى عودة عشرات الموظفين المدنيين المرتبطين بنظام البشير ومن شأن هذه الإجراءات أن تفتح آفاقا أو سعى أمام مجلس السيادة برئاسة البرهان لتهديئة الوضع المتوتر منذ الإطاحة بنظام البشير قبل عامين وتخفيف الضغوط الدولية التي تربط المساعدات الدولية بمشاركة مكونات مدنية في إدارة المرحلة الانتقالية ترجمة نانسي قنقر